موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في الحلقة العشرة من الموسم الرابع من برنامج رمضان واشياء اللي بنناقش فيه مسلسلات شهر رمضان لعام 2020 واللي بنقدمه السنة دي برعاية حلواني النص التاني اه الحلقات بتاعتنا في رمضان واشياء في الموسم الرابع محملة بحرق للاحداث والنهاردة حنتكلم عن مسلسل ليالينا تمانين وبالتحديد الحلقات من تسعة لتسعتاشر فلو في حد بيتابع المسلسل لو ما وصلش لغاية الحلقة التسعتاشر افضل حاجة يعملها انه يقفل الحلقة دي دلوقتي ويبقى يرجع لها لما يشوف اللي فايت هو ان كان الموضوع في حالة المسلسل ده بالتحديد مش فرق كتير بس يعني اهو تحذير ولازم يتقال لأ انا مبقوق انا مبقوق وحافش غلي يعني في المسلسل النهاردة آآ المناقشات بتاعتنا واخدى شكل خطاب مرسل كده بدون نص معد مسبقا وبنتقابل كل يوم في البث بتاعنا على شبكة نيموم في حدود الساعة عشرة او حداشر بالليل اللينك تاعه موجود تحت في الدسكريبشن اعمله فولو علشان لما نطلع لايف تعرفه لو حابين تتنقشوا معي في اللي بيتقال في الحلقة دي اتقرحب بكم دائما آآ الحلقة دي زي ما قلنا هي الحلقة العشرة وهي الحلقة التانية الحلقة الاخيرة في المرحلة التانية من المراجعات بتاعتنا وان شاء الله مع الحلقة اللي جاية المسابقة بتاعتنا حتنطلق واللي فيها جوايز ريفة مقدمة من حلواني النص التاني فما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يبقى عندكم فرصة للمشاركة والفوز مسلسل ليالين تمانين من بطولة اياد نصار صابرين غادا عادل خالد الصاوي السيناريو لأحمد عبدالفتاح والاخراج لأحمد صالح في العشر حلقات اللي فاتوا الاحداث بتاعتنا لو ينفع نسميها احداث يعني حصلت على تلات اصعيد انا حاولت افكر فيها كده وروح تمقسمها ان احنا في عندنا الاسرة او العائلة المكونة من هشام اللي هو اياد نصار ومريم اللي هي غادا عادل وخالد الصاوي اللي هو جلال اخو هشام وبعدين عندنا العائلة الاخرى اللي بتتزعمها صابرين بالمحيط اللي حواليها وبعدين عندنا نقطة التقاء بالنسبة للعائلة الرئيسية العائلة بتاعت هشام ومريم فطبعا الخلافات والمشاكل ضربت هذه العائلة بشدة وخصوصا مع اكتشاف مريم ان هشام اه متجوز عليها وبيشتغل في حاجة ممنوع عليها دعوة بتجارة العملة والحاجات دي والحلقة التسعتاشر كشفت انه ممكن يبقوا بيتورطوا فيما هو اكثر من ذلك اه فبتطلب بالطلاق وهو بيرفض وبعدين بتورطوا مع المباحث او مع مباحث الاموال العامة مش متأكد بالزبط يعني مع مدرية الامن بلغت عنه يعني من الاخر وبعدين طلعته وهو احتراما لهذا الموقف وافق انه هو يطلقها جلال في النص يبدو ان المشاكل بتاعت التواهم اللي كانت بتحصل له بخصوص مراته ده التوقفت في قرار عجيب شوية وخصوصا انه هو دلوقتي بقى مهتم واكتر بجميلة لو انا فاكر اسمها صح اللي هي ابنتهم اللي فقطت بصرها وبقى مهتم بيها وبيرعيها وامور زي دي وبيحاول انه هو يكتشف المشكلة او يحاول يصلح مش عارف يحاول يعمل ايه بالزبط يعني ما بين مريم وما بين هشام بالاضافة لانه عنده نقاط تماس مع العائلة الاخرى من خلال ما يبدو شكله كده اعجاب شخصية رؤية اللي بتجسدها صابرين على مستوى عائلة صابرين فايه اللي حصل رادي لسه زي ما هو آآ البنتين الصغيرين لسه زي ما هما آآ فاطمة اتخطبت لمجدي ومجدي آآ بيعاني من آآ صادقته السابقة اللي بقت زوجة مديره في الشغل مصادفة حنقابل كتير منهم احنا هذا المسلسل محمل بالصدف كدلك يعني آآ ودي بتشكل مشكلة في علاقتهم هي لسه بتشتغل في المصنع بتاع مرتضة علشان آآ توفر الفلوس اللي ازمع عشان عندها امل ان راضي يخلص تعليمه وراضي لسه منخرط في السلف بيتي والاكتئاب الزاتي والحاجات دي كلها وكل ما يحب يفوق لازم يقابل صدمة رجعه تاني ودي من الحاجات المكررة والشرايط المكررة برضو من السمات اللي بتميز لو صح التعبير بتاع تميز آآ مسلسل ليالينا والاسرة الاخرى القريبة من الاسرة بتاعة رؤية اللي هي فيها بدرية البدرية تعتبر من محاور الاحداث الحاجات كتير بتحصل حواليها لان في واحد اتنين تلاتة على الاقل تلاتة كانوا عايزين يتجوزوها آآ وهي منمرها على مرتضة ونجحت بالفعل في انها آآ ترتبط بي على ما يبدو وتتسبب في طلاقه من زوجاته زينب اللي هي بنت جلال في آآ عشان يقفل الدايرة لان عندنا جانب وعندنا جانب الجانب ده كان نلتقى من خلال الحادسة بس احنا شفنا الحادسة دي مش كفاية وبعدين رجعنا قابلناهم من الناحية تانية بالخط اللي احنا بنتكلم عليه ده والاحداث بتاعتنا مستمر على هذا المنوال اللي بمنتهى الامانة انا مش مبسوط منه خالص انا انا قلت ان المسلسل يلينا على مستوى الاحداث والقصة بتاعته ممكن يكون الاقل جاذبية ما بين كل المسلسلات اللي انا بتابعها ولكن ما تجرقتش اني اقول عليه مسلسل وحش او ان انا كنت وصلت آآ لدرجة يأس منه او فقدان امل خصوصا وان انا كنت شايف ان المسلسل في بداية الحلقات وان كانت آآ طبيعتها كانت مظلمة اوي ولكنها كانت بتاعت بحاجات ممكن نحصدها مما تم زرعه كان في خطوط حلوة تم طرحها وكان ممكن يطلع منها حاجات كويستة لو كنا استثمرناها على مستوى حدوتها فيها احداث فيها تقلبات فيها حدث بارز او عدد من الاحداث البارزة زي باية المسلسلات زي باية اخواته يعني انا مش جاي اتبلع المسلسل بحاجة مش موجودة فيه آآ ولكن ده ما حصلش وما بيحصلش والموضوع عمال يجر معنا وعمال يسحب معنا في مواجهات متكررة لازم نشوف نسخة اولى ونسخة تانية ونسخة تالتة ونسخة رابعة ونسخة خمسة لغاية لما يبقى يحصل حاجة كام مرة هشام ومريم اتخنق وطلبت منه الطلاق وكل شوية الموضوع يتقفل على شكل معين كام مرة جلال آآ يقع في مشكلة مع جميلة ومريم تخش تزعق شوية انا زهقت من مريم جدا يعني انا بشفق على غدا عادل من تكسدها بصراحة من 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 تورطها في هذا الدور لانه دور مزعج جدا يمكن مؤخرا الحمد لله بتدت تكتسب شوية عقل كده وتهمت شوية بس يعني احنا دخلناها في استوانة مشروخة لمدة خمستاشر حلقة وده كتير آآ كام مرة سابرين تتخانق لها رؤية تتخانق مع راضي بالسبب مشكلته وخنوع ويأسه واستسلامه للظروف اللي هو فيها كام مرة راضي راضي للبنت الصغيرة كام مرة انا بقول مفيش حد يعني بقى فاضل عدد قليل من الشخصيات اللي ما حبيتش انها تتجوز بدرية يعني كام مرة الموال بتاع بدرية كام مرة سابرين تتدخل في احوال بدرية وهي تصدها وكام مرة اختها تبجح فيها وهي تبجح في اختها لغاية لما وصلنا لمرحلة غريبة جدا المشاكل بتتحل عشان احنا في اول يوم رمضان والبنت والاخ اللي كان مطروض من البيت لازم يروحوا للاخت الكبرى والاخت الكبرى لازم تحتضنهم انا كنت متصور انها بتتخيل المشهد ده اللي اعتقد انه كان في الحلقة التمنتاشر انا كنت تفكر انها تطلع في الاخر الاخت الكبرى دي بتتخيل لكن لا تطلع فعلا راح وهيدي وبتاع اللي كانت في بداية اليوم بتعيرها بانها ما تجوزتش وبتلقح عليها وبتقولها ما تخيلنيش هدوس عليكي اكتر من كده حوار غريب يعني انا مش بقول انك ما ينفعش تكتب كلام زي ده بس خليك قده يعني اللي حصل ده ما يتحلش بان اول يوم رمضان والناس اتلمت على بعضها انا حاسس حاسس بانفصال في الكتابة عن البيئة للاحداث بتدور فيها زي ما يكون القائمين على المسلسل يعرفوا العالم ده من برا بس الاسر المتوسطة لان لا الاسرة بتاعت هشام دي اسرة غنية ولا الاسرة بتاعت رؤية دي اسرة غنية هم اشكال مختلفة مما كان يطلق عليه الطبقة المتوسطة سواء كانت في احياء راقية نسبيا او في الاحياء الشعبية وعشان كده بقول ان التأسيس في المسلسل كان كويس ولكن لما جينا نخش جوه تفاصيل الحياة نفسها انا حاسس بانفصال انا حاسس ان الناس دي ما عاشتش العالم ده وما تعرفش انهي كلام بيؤدي الانهي نتيجة احنا بنوصل لنقاط من المفترض انها قاسمة جدا يعني في اي عمل درامي تعتبر نقطة التحول مرعبة ان بدرية تفضح في الشارع يعني يتعامل عليها اخناءة في الشارع من واحد كان بيوصلها ماينفعش نصحة تاني يوم من صبح كأنه مافيش اي حاجة حصلت مش عارف يعني كان مرة وقعنا دخلنا في الدايرة بتاعت خناءات مرتضى وزينب الموضوع بقى يزهق بعد فترة من الزمن خصوصا واننا لما بنحاول نخلق حدث بارس شوية يعني بينط نطة ابرة قد كده على الخط البياني بتاع الاحداث كنا بنعتمد على الصدف كنا بنعتمد على صدفة ان جلال تهف حتة في وسط البلد في قابل راضي مرة اخرى علشان يقابلوا وياخدوا البيت ونقع في مشكلة تانية مع مريم وهي وقفت زعى ازعجتني ازعجتني شخصية مزعجة جدا 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 مش معقول يعني فالحلقة التلاتاشر لما مرتدى خد بدرية وراح بيها كازينو جسو هابنز ان ده كازينو اللي قاعد فيه اخوها مع الرجل وتتفضح كما بالبدرية تفضحت عدد من الفضائح ومع ذلك عندها قدر منها البجاحة اه معرفش مش قادر مش قادر اربط الموضوع دراميا مع واحدة تيجي في الاخر في اول يوم رمضان تقول له اخدها حقك علي والموضوع يعدي عادي وتاني يوم على محطة الاوتوبيس تعمل لها اخناقة تانية ومصيبة تانية انا مش عارف الاحداث كانت يعني ابتدت تلفظني شوية وخصوصا في حتة ان مفيش حاجة واضحة بتحصل وبعدين قررت ان انا اخدع المسلسل لاختبار الكشف الهاري. واختبار كشف الهاري ده كلنا بنعمله في فترة من الفترات في رمضان سواء عن قصد او عن غير قصد وهو ان احنا نقول يا اما ايه احنا عايزين يا اما واخنا بالغلط. انا حنط حلقة واشوف ايه اللي حصل تعالى انا عملتها عن قصد. يعني انا نطيت الحلقة اربعتاشر لو انا فاكر ونطيت الحلقة سبعتاشر. وقل طيب هو انا لو نطيت من الحلقة التلاتاشر للحلقة خمستاشر ححس ان انا فاتني حاجة? طب ولو نقطت من حلقة الستاشر للحلقة تمنتاشر هحس ان انا فاتني حاجة. ده بيحصل مع الناس على طول ودايما دايما دايما الاختبار ده بيبقى عنده فرص كبيرة قوي انه هو يجيب نتائج ايجابية في الفصول المنتصف بتاعة رمضان اللي احنا بنخلصها دلوقتي احنا خلص في الحلقة التسعتاشر داخلين في الحلقة العشرين المفروض ان المسلسلات كلها هتبتدي تلملم اوراقها احنا هتبتدي نتكلم على حيقفلوا ازاي? حيتصرفوا ازاي في الفاضل ده? فلما عملت كده الصراحة ما حستش نفايتني حاجة. خلص يعني في بعض الاحيان كان في مسلسلات بنقول هم فشلوا في اختبار كشف الهاري او بمعنى صح نجحوا في اختبار كشف الهاري لان لأ في حاجة او اتنين الطريت اسأل فيهم. الطريت اقول هو فلان الفلاني عمل كزا طب ايه ففلان الفلاني جابت معرفش مين وعملت معرفش ايه? اه سؤالين تلاتة تتجاوب تكمل. فنيجي نقول لأ برضو يكتر خير الدنيا اهو في الحلقة دا ات في حاجة واعت مني. في المسلسل اللي يلينا مفيش اي حاجة. انا تفرجت واستنتجت. مش هقول طبعا لدرجة ان الدنيا كانت متكلسة يعني فيه. مدخلتش في غيبوبة خلاص. بس مفيش حاجة ما ينفعش ما تستنتجهاش. خصوصا وان مسلسل ليلينا عامل زي ماتشاط الدوري. عارفين ماتشاط الدوري اللي يخلص وبعدين نقعد في استوديو تحليلي ليه. الماتش الساعة ونص نقعد نحلله اربع ساعات. عارفين الموضوع ده. المسلسل بيعمل كده. كل حدث يعني مرتضة طلق زينب. لو فاتك ان مرتضة طلق زينب فيه عندك اربعتاشر خمستاشر استوديو تحليلي حيتعمل على هذه الحلقة. سواء ما بينه ما بينه ما بين بنته او ما بين اخته وما بين ابوه ابوها وما بينه هو وما بين اخته اللي فرحت فيه. وما بينه هو وما بين صديقه اللي كان ضد هزا الموضوع. تيجي تتكلم في ان راضي شاف البنت بتعمل سلوك مع جبوش فضربها. لا ده مش كفاية. تعال بقى نقابل الكابتن احمد شبير وكابتن متحد شلبي ونجيب الفار ونجيب الخبير التحكيمي كابتن اه كابتن شناوي ومحمد نصري يعيد لنا القلم من كزا زاوية. ونقعد نتكلم ونتناقش لو فاتك الحدث يا سيدي فيه خمسمائة تابعة ان شاء الله بازن اللي هتوصل من خلالهم للي حصل. والدنيا هتتحل معاك. وبصراحة كنت بتديت افكر ان انا عايز اتوقف عن مشاهدة المسلسل. واشوف لو فيه مسلسلات اخرى هتبدأ مع النص التاني من رمضان وادخلها من كان مسلسل ليالينا. في شيء كان حيتعسني انا شخصيا او حيقصفني انا شخصيا. لقينا مسلسل ليالينا انا لما اخترته يا جماعة انا اخترته كملاذ. يعني انا لما بصيت على كل المسلسلات سواء على مستوى فريق البطولة او على الحقبة الزمنية للأحداث بتدور فيها او على طبيعة المخرج او المؤلف او السنوبسس بتاعة الحوار او الملخص العامل للأحداث والكلام ده كله. انا تصورت ان مسلسل البرينس ده حيحبطني بعد خمس ست حلقات وانا خش في المحمد رمضانيات وحفصل منه. ان مسلسل النهاية حيفرت من ايد الناس اللي شغالة فيه بعد سبعة تمان حلقات على مستوى الخيال العلمي. وحلاقي نفسي مكمله علشان بس بدأته. ان مسلسل الفتوة دوت حيتقزم بجانب بجانب العالم بتاع نجيب محفوظ. وهنكتشف ان احنا بنتفرج على نسخة من نسخة من نسخة وحبقى بتفرج تأدية واجبه وخلاص. وان مسلسل. هو فاضل مسلسل ايه? احنا بنتفرج. وان بميت وش حيبتدي ازهق من ان العملية اللي احنا فيها دايات حتكمل معي لغاية اخر رمضان وحازة منها في النص وكلام زي ده. ولمفيش حد في الدنيا حيرفع راسي الا ليالينا. ليالينا الدراما الاجتماعية الرقية. اللي فيها خالد الصاوي واياد نصار. واللي فيها ظهور متميز لغاية عادل. واللي فيها آآ ممثلين شباب حلوين. واللي فيها الطبقة المتوسطة بتاعت التمادينات وحقبة مبعد مقتل السادات. وحاجة ملك. ملك يعني. انا انا حهرب من الجرائم اللي هترتكبها فيها الاربع مسلسلات. واستخبى وراء هذا المسلسل. ولكن اللي حصل هو العكس تماما الاربع مسلسلات الاخرى جيدين جدا حتى الان بشكل فجأني انا شخصيا ومسلسل ليالينا فقد البصلة تماما من الحلقة التالتة. وصولا لغاية الحلقة تسعتاشر حصل فشوية احداث. يا باشا انا انا قلت كل حاجة دلوقتي. انا حكيت كل حاجة دلوقتي. انا 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 توغلت داخل بروفايل جميع الشخصيات. خلصنا يعني. لو حد عاوز يبتدي تابع مسلسل ليالينا تمانين من الحلقة عشرين. بناء على انا قلته ده هيعرف. مش نقصه حاجة. مش فيته حاجة. وان كنت لا ارشح. مع كل اسف. وبعدين ابتدت افكر هل فعلا اسيب المسلسل ولا لا. لغاية لما اتفرجت على الحلقة التمنتاشر وتسعتاشر. والحلقة التمنتاشر وتسعتاشر ساعدوني في اني اصل لنتيجة مهمة جدا. وهي اني غالبا حملت المسلسل اكبر من طقته. زي ما بقول كده انا كنت بعمله معاملة الملاذ الفني الاجتماعي الراقي اللي حهرب له من الجرائم اللي المسلسلات الاخرى حترتكبها تجاهي. ولما كنتش عارفه هو ان مسلسل ليالينا افضل توصيف ليه هو انه سوب اوبرا. دراما رمضانية. سوري. دراما نهارية. المفترض انها تمتد. عارفين يا جماعة ده بولدن ده بيوريفول وديز وفالكون كريست ونوتس لاندنج والحاجات دي. هو كده. هو كده. مسلسلات اللي لها احداث. المسلسلات اللي فيها نسخ من نسخ من نسخ من نفس المواجهات. المسلسلات اللي ممكن تفاوت منه اربعة خمس حلقات وترجع تتفرج ولا كأن في حاجة فاتتك. المسلسلات اللي بدون اي حدث بارس ولو حصل حدث بارس هنقعد نعيش على افال مدة ستين حلقة قدام. يعني. ده بولدن ده بيوريفول فكرة ان كارولاين ماتت ديت احنا عشنا عليها سنين سنين. انا انا خلصت سنوية عامة في الموال ده وده خلصت اعدادية وسنوية. الزلزال حصل والنزام الجديد بتاع السنوية العامة تم تطبيقه. احنا لسه ابنتعامل مع اثار وفاة كارولاين. زمان على ايام نحن يعني. فهزا المسلسل هو صوب اوبرا مصغرة شوية. لو كان في ايده ان هو يعمل احداث بتاعته ديت على خمسمية حلقة كان عاملها على خمسمية حلقة. وكانت تعرض نهاريا للناس اللي قاعدة في البيت. علشان نتشحت في ورا الدراما المكررة اللي عملت عيد وتزيد. في تيمز تم تناولها مليون مرة في المسلسلات اخرى. وان كان برضو انا ما بعبش عليه في ده ولكن طالما انت معندكش حبكة تجذبني. معندكش احداث بارزة تخليني اركز. معندكش منطقية كافية في تصرفات الشخصيات تخليني اتواصل معهم. يبقى هي دي نتيجة احنا وصلنا لها. حاجة كده تتفرج عليها وانت مش مركز. بل الافضل انك تتفرج عليها وانت مش مركز. اعمله حاجة تانية وتتفرج على مسلسل ليالينا وحتلقوه بيعدي يا جماعة. فبناءة عليه لأ انا قررت ان انا هكمل مسلسل ليالينا رغم غضبي الشديد منه. غضبي اه يعني مش عايز اكون ببالغ في اللي انا بقوله ولكن انا محبط بشدة في المسلسل. وكنت متصور ان هو عنده ادوات تسمح له بان هو يعمل حاجة افضل من كده بكتير قوي. خصوصا وان ادوات التميز اللي كانت موجودة فيه فعلا ولا انا اثنت عليها. بعد شوية ما ينفعش نقعد نتشبت بها كل شوية. انا شكرت في البروداكشن ديزاين وعلى فلسفة الصورة اللي بتقرب الاحداث جدا من واقع الحياة في التمانينات ولكن انفصال الاحداث والشخصيات نفسها من الحقبة ديت او على ما يبدو عدم ادراك القائمين على المسلسل لشكل الحياة في الاسر المماثلة في هذه الحقبة الزمنية. خلى الموضوع خلاص. شفنا البروداكشن ديزاين وشفنا 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 الملابس وشفنا وشفنا الكلام ده كله. شفنا العربيات وشفنا الشوارع وشفنا الاوتوبيسات وشفنا الاسانسيرات وشفنا الشركات وشفنا المطار وشفنا الكلام ده كله واخلصنا. مش كل شوية حرجع قل جقل ده. لسه خالد الصاوي طبعا متميز جدا ولكنه اسير شخصية ما بتتحركش. لسه غادر عادل ممثلة ممثلة متميزة جدا ولكنها اسيرة شخصية ما بتتحركش. ايه ابن صار نفس الموضوع صبرين نفس الموضوع يمكن على مستوى الشخصيات الثانوية الموضوع بقى بشع شوية يعني الزوجة التانية لقياد نصار اللي اي مبدورها مع كامل احترامي لها لانها دمها خفيف هي دمها مش تقيل ولكن عندها عندها مش عارفة قدي وزي ما يكون الناس ما كانش عندها الوقت الكافي ان هي برضو تساعد الممثلة انها تطلع افضل من كده المعلم بتاع القهوة في الحلقة التسعتاشر بصل الكاميرا مرة او مرتين وهو بيتكلم وصوته في حتة ونبرد صوته في حتة وتعبيرات وشه في حتة تانية خالص دي رايحة كده ودير رايحة كده وباقي الشخصيات الثانوية ما عادش فيها اي حاجة في الدنيا تجذب يعني جماعة احنا مسلسل البرينس ممكن انا انا شخصيا بحب المسلسل ومرتبط بيو شايف ان هو مسلسل جايد جدا ومفاجئ جدا بس ارجع واقول ممكن حد يشوف ان المسلسل ده لبعض الاسباب الجاية ده مسلسل ضعيف واسيبك منه يا عم وفكت منه اي كلام وكلام زي ده بس هترجع في الاخر تقول هو اجتهد في شخصية روجينا شخصية فدوة تيجي تتكلم على بميت وش اه يا عم هي هي نفس العملية ومنتجات عمالها بضايع وقت انا بحب مسلسل بميت وش جدا بس انا بتكلم من منظور حد ممكن ما يكونش عاجب المسلسل ولكن انت هتيجي تعترف في النهاية ان المسلسل قدم سباعي المسلسل اللي لنا ما قدمش حاجة ما قدمش حد المسلسل اللي عنده خالد الصاوي اللي مستحيل اعتقد يعني حد يعد افضل خمس ممثلين في مصر حاليا وما يحطش خالد الصاوي ده بنوط ما بين كل الممثلين اللي شغالين في رمضان السنة دي اللي صعب قوي حد يختلف عليه هو خالد الصاوي تا عندك خالد الصاوي عندك اياد نصار وعندك غدا عادل وعندك صبرين وما عملش بيهم اي حاجة في الدنيا الصراع الحقيقي اللي موجود عندي دلوقتي هو اني لازم اتكلم عن المسلسل ده في حلقتين كمان وانا ما اعتقدش اني حلقة حاجة عملها في الحلقتين دول على اقل الحلقة التالتة لان الحلقة الرابعة هتبقى حلقة الختام واللي بنقايم فيها العمل بعد اكتمال واللي ممكن ارجع فيها اتراجع عن بعض الامور اللي قلتها وارد جدا طبعا يعني بس الحلقة التالتة دي حقيقة مش عارف حامل فيها ايه فانا يمكن ننطها يمكن نيجي في الحلقة التالتة دا نتكلم عن احد المسلسلات الاخرى مرتين زي المسلسلات اللي حقيقة بتحصل فيها حاجات تستحق التناول ونبقى نقابل المسلسل مرة اخيرة في نهاية رمضان بس طبعا ده مش قرار دي حاجة كده دي سنشوفها حسب طريق التقدم المسلسل نفسه ما تنسوش دي الجولة الاخيرة آآ الحلقة الاخيرة من الجولة التانية مع الجولة التالتة حيبقى فيها عندنا مسابقة حيبقى فيها عندنا فائزين ان شاء الله بازن الله تنبسطوا من المسابقة وتنبسطوا من الجوائز والف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهة عشان تجلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو بوديو وباي باي